ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عز لنانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر غbegle دبيقاؤ два هذا هو الهدف일 فى حيات الطارات المغربى نحن الأول كان التارات باولدنا نغادر الخيرات طارت نظوين ومن يدونان بسبب اتشاف وقتاك وإحترام إلى جميع نقيص وطارته الناحيان وطارته تلا came out ونمو دجين. فيها ترزق وغير لما بعداش معوالة. هي عدوا الحق. مقيل العلمة والعوام والرزق على السوال. هذا كشي لي كيف? ايه. كانت ناس البساطة وكلها في حالة. ماشي في حال جبه? ايه. كنا نعيش بباركة قليلة. ودي ما في حالة. ايه. 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 كنا. ومني كنا كنا نقلب عن الكيم. بش نشارك مع بادة عما الاستعراضيه ديال مدينة الطنجام تعليف الحاج دغوغي. وخراج مميسي وهو واحد يعني ارتاكزات على تجيب ممتلين من الدار البيضاء وممتلين كذلك من الجنوب اللي يشاركو فيها مثلا كرشيدة طلال كتيححيت كمشموم وكنزها وكسريفي يعني رائد العيطة الجبلية فهذا واحد الخليط باش كونا واحد يعني واحد البوكيت فلور اللي متنوع في المغرب باش نعطيو واحد الفكرة ونعرفو العمق والترات ديال الشمال ككل الحمد لله أنا موالفة بالتمثيل يعني كان مثل الأفلام وراككة عرفة وني الحمد لله المصرح المصرح ممتلته بالأمازيغي ولكن أول مرة ممتلت مصرحية باللغة العربية وبالخصوص في مدينة طنجائي لغة جبلية الحمد لله نفرحان اليوم المشاركة ديالي واحد سيدة مجوجة في فقادير جينا عند واحد السيد اللي كان كيقرى مع رجلي في الجبل والحمد لله كان واحد لإقبال زوين وتنشكر بزاف الناس ديال الشمال والناس ديال طنجال اللي يعطونا واحد المهم كتير كتير الحمد لله وفرحوا بنا وضيعوا من وقتهم وجوا وعطونا وقت كبير وبقوا معنا الحمد لله من الأول حتى الأخر والحمد لله أربية تبارك وتعالى ما حشمناش معهم وتنشكرهم بزاف بزاف قمنا بهذه المسرحية الغنائية التراثية اللي تويزة للفقي المعنى دياله الحقيقي هو التعاون وتعازر بين سكر القبائل وبين الفقي وبين هدي وغينة في هذه المسرحية اللي كان المؤلف دياله الرجل الطيب الرجل التراثي السيد درغي بعض العرض المسرحي ديالنا للرسلة اللي بغينا لوجهه وأن الطرط ديالنا خصوص ما يموت شي خصوصنا الجيل الصعيد يعرف شنه هو الطرط البلد دياله لأن هذاك هو الأساس وهذاك هو العصل وهذاك هو البداية ومنه تفرعت بزافة المسائل أشكرا ساعدة جدا مشاركتي في هادة المسرحية الغنائية الرائعة اللي هي بعنوان توزاد الفقي هي أول تجربة بالنسبة لي على خشبة المسرح شاركني في هادة المسرحية مجموعة من الفنانين الكبار واللي كان نعتزم لمشاركة ديالهم ومشاركة ديالي معهم هادة المسرحية هي من إعداد وإنتاج وكلمات الأساد محمد الدرغي توزيع الأغاني كان من الأساد عبداليلاز النوحي طبعا هادة تجربة كانت رائعة ونا كان نفتخر بها وغادي تكون واحد تحفيز بالنسبة لي في هادة المجال إن شاء الله وغادي تكون تجربة الأولى بإذن الله سلام عليكم تحية اليوم 24 شكرا جزا بسي عبد المالك على الحضور ديالك أن هادة العرض المقب الأول ديال المسرحية توزاد الفقي اللي قدمتها هالليكم الفرقة المسرح الوطني المغاربة حباب هادة المسرحية كانت من تأليف سيمو حمد درغي وإخراج سيمو حمد مويسي وكانت جمعت واحد المجموعة تولة ديال اللجوم الشاشة المغربية اللي تشرفنا على أننا الشغلنا معاهم في هذا العمل وإن شاء الله يربي هذه بداية ديال واحد الجولة غادي قوموا بها داخل وخرج أرض الوطن وهي عبارة عن مسرحية استعراضية كنصلتوا في الدوء على طرات الجبالية المغربية عن طريق يصد واحد الفقيه غايجوا عنده أصدقاء ديالهم الداخل وغادي يذكروا الأيام ديال الطفولة وفي نفس الوقت غادي نمروا واحد المجموعة ديال الرسائل اللي غادي تستعيش الجمهور والترقي ما بين الماضي والحاضر والمستقبل وشكرا السهل اللي عم جيت تفرج في هذا العرض العرض مزيون بزاف كي حافظ على تصورة ديالنا وكي يشرح التقاليد في نفس الوقت كي حافظ على تنازججالية المغربية بصراحة العرض قدسهم مزيون بزاف وعجبني بزاف شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر